بعد إصابات فيروس كورونا في قاهرة بقى في مصر طبعاً إحنا لدينا فترة ما بنتكلمش عن مصر ونتكلم على العالم كله حبيت النهاردة أتكلم الأول كده في مصر بسرعة حقيقي في ما يسمى حجر أو عزل الكرة كان في تخبط في وزارة الصحة والوزيرة تقول حاجة وخالد يقول حاجة اللي هو خالد مجاهد المتحدث الرسمي ولأ ما تقولوش كان مدايقهم كلمة عزل طب بلاش هي حجر قالك ده حجر صحي فيه كرة بدأت تظهر فيها إصابات لكورونا فاللي عملوه في التوجيهات وزارة الصحة أنه يتم حجر صحي للكرة دي أنه القرة دي محدش منها لا يطلع ولا يدخل عشان يحاولوا يساهموا فيه أنه يقل انتشار الفيروس منهم آخرهم يعني أبو ربيع في الإسم عليه وبالنسبة لأنه اللي بيحصل ده من الحجر الصحي والناس اللي هم في الحجر الصحي فعلاً بتنجح الحكاية الحجر دي ولما بيعملوا تيست بعد كده الناس كان شكين أن هم مصابين بيلقوهم الحياة سلبية وده حصل في بورسعيد الكرة اللي هي تم عزلها برضو الصحة بتقول ما فيهاش إصابات جديدة وكان فيه في بني مزار وكان فيه في أماكن تانية وكان برضو بيقولوا أن في القصر والبحر الأحمر هناك سبات فيه عمارات بقى في بورسعيد عمارات نفسها العمارات دي كان فيها برضو مصابين أو مصاب كان تردد على العمارات دي وغيرها رحوا قفلين العمارات دي قفلينها والبوليس واقف والعمارات دي مقفولة وبيحاولوا أن هم يوفروا لهم الحاجات اللي هم عايزينها من أخذية وأدوية وكل ده وهم في بيتهم محدش ينزل الشارع خالص دولة سبع عمارات في بورسعيد وقالوا برضو أن الحجر بالنسبة لهم هيبقى 14 يوم فيه عمارتين بحي الدواحي في بورسعيد برضو حجزوهم بعد اكتشاف حالتين كورونا وده برضو أهم اليوم السابع فيه كمان قرية اسمها الهياتم مركز المحلة الكبرى القرية دي قالك أنها تدخل في حجر صحي الناس عملوا ايه من يومين أول مبارح بعد ما خلصت الحلقة معي وفجأت بأنه زي موضوع مظاهرات اسكندرية ضد كورونا واللي حرقوا فيها العالم بتاع كورونا واللي الناس تلعت تتكبر الله أكبر الناس في القرية دي نزلوا علشان معترضين على الحجر الصحي وبيقولك أن الأمن بالعافية أقنعهم أن هم يرجع كان فيه برضو حالات مصابة بكورونا في بني سويف وبرضو قالك أن هم نقلوا عشر حالات وكانت الفيديوهات العربية الإسعافة بتنقلهم البنك الأهلي أغلق مقره شارع التسعين بعد إصابة أحد موظفي بنك الأسكندرية في أسيود برضو فيه بالنسبة اللي برضو كان فيه بعض بستشفى السلام مصنع كان غزل تقريبا برضو أي مكان بيكون فيه حالة إصابة وده طبيعي يا جماعة ما يزعى الكوش بالنسبة بقى لهم اللي كانوا المصريين العائدين طبعا من الكويت وشوفنا الأداء بتاعهم وبعد كده مصريين اللي عادوا من لندن أو من بريطانيا وبعدين آخر حاجة المصريين اللي كانوا راجعين من واشنطن كانوا البقيين دول كويت وفرنسا أو لندن كانوا دخلوهم في فنادق قرب مطار الكهيرة بالنسبة لللي راجعين من واشنطن راحوا مارس عالم ومعاهم 13 رضيع هياخدوا الحجر الصحي في مارس عالم 293 وطبعا احنا شوفنا الموقف وشوفنا أن الناس اللي كانوا بتاع الكويت وبعدين عملوا فيديو بعد ما دخلوا في بينهم المدخل أو اللي اعترضوا وقال لك احنا طبعا يعني الأول كانوا معترضين ومش هنروح الحجر مش هنروح الحجر وبعد كده طبعا لأنه كان مفروض أنه هم يدفعوا هم تمن الإقامة في الفنادق وده اللي كانوا معترضين عليه والرئيس أقرب أنه تندوق طحية مصر هو اللي هيدفع الموضوع ده بالنسبة بقى لزي ما قلت لكم قرية الهياتم طبعا فضوا الحجر الحاجة التانية اللي هو عفوا الناس والتظاهرات دي اللي كانت علشان الحجر والحمد لله الأمن أقنعهم بأنهم يرجعوا كان فيه سيارة برضو قالوا أنها في بورس عيد كانت بتنقل قالوا أنها نقل الجثة وبعد كده برضو كانوا علاقة عليها بالنسبة للفترة اللي فاتت كان فيه عندنا حاجتين كده وقفنا عندهم واحدة اسمها حياة الفهد دي غالبا فنانة كويتية كانت قالت بقى ايه احنا مش عايزين اي وفدين كلهم يترموا في الصحراء لو جالهم الميكروب بتاع فيروس كورونا واحنا مش هنعالك حد طبعا قلبت الدنيا وكانت برضو أسائط للمصريين وناس كتير ردوا عليها برضو كان الأخ الباز كان قال لساويرس غور بفلوسك الفترة اللي فاتت دي كان على تويتر وساويرس نجيب ساويرس ناشط قوي على تويتر كان كان ناس كتير بتقول له آه انت هتبرعت بكامل موضوع الفيروس ده ومش عارف ايه وفي الاخر وقال لهم يا جماعة انا دي حاجة وبيني وبالربنا نزعله ومش عارف ايه وفي الاخر معرفش اللي خلى قدى بقى الباز ان هو يقول على الهوى غور بفلوسك يعني طبعا برضو كان فيه ردود فعل كتير قوي آه كان فيه طبيب استضاف وقال ابراشي طبيب ده حقيقي قال كلام كويس بس بعد كده قالوا عنه انه ازاي وقال ابراشي استضيف واحد اخواني آه بيقيد تركيا ومش عارف ايه آه وزير النقل برضو كان مع وقال الابراشي انفعل بسبب ان وقال الابراشي كان عارض شوية فيديوهات او شوية حاجات بتؤكد ان لسه فيه زحان في المترو راح غضب عليه وراح قافل وقال له قافل السكة يعني تقريبا فيه آه وشه بالنسبة لبرضو حاجات متناقضة المفروض الدولة بتقول الالتزام بانه ما يكونش فيه تجمعات كانت قرار من محكمة الاستقناف آه ان هي هتعود بالعمل برغم ان هم قالوا هتأجل الجلسات القضايا ال 16 ابريل ففيه شوية تناقض برضو اتكلموا عن موضوع ليه علاقة بالمصانع البعض قال انه رئيس الوزراء قال لمصر ان المصانع تبقى بقوتها الكاملة على اعتبار انه ممكن يكون فيه انه العمال هيفضلوا في المصانع علشان الانتاج وهي الحكاية كلها في كل العالم صراع ما بين انك انت تقفل الدنيا ولا انك انت تفتحها ويعني تقفل الدنيا ويأثر دع الاقتصاد بشكل اسوأ مما هو عليه ولا انك انت تسيب الدنيا شوية فيها ليونة علشان ما تخسرش الاقتصاد وطبعا دي برضو في كل حتة في العالم وبالنسبة برضو لمنظمة الصحة العالمية كانت زي ما قلتلكم كده انه ضقت نقوس الخطر في الشرق الاوسط يجب التحرك سريعا وانه برضو الامر اللي هو كان فيه موضوع اللقاحات والادوية والكلام ده باختصار مفيش لقاح قبل سنة بالنسبة للصين برضو كانوا قالوا انه فيه حاجات هم ما استخدموها بس فيها حاجات غريبة ولكن حاليا بيتجرب الاربع ادوية اللي كانت قال عليهم وفيه منهم ادوية بتبقى مع بعضيها واهم حاجة من كل ده نقود في البيت ونصلي وربنا يكون معنا ونحافظ دايما لعنا في سيرتنا انها تبقى حلوة شكرا لكم مشاهدينا مشاهدنا مشاهدينا Lukas